اتركز معي في الزمالك اوي عشان فيه كلام كتير جدا جدا مهم في اخبار نادي الزمالك اول حاجة يا جماعة فيه ازمة مالية كبرى في نادي الزمالك هتقول لي ايه الجديد يعني ما هو الزمالك عنده ويقاف قيد وعنده فلوس لازم تتدفع وعنده حاجات لازم تتعمل وعنده مبالغ مستحقة لبعض الاندية ومدربين ولعبين صباقين وكل هذه الامور وخالد بطيب ومشخالد بطيب وكلام من ده هقول لك اوكي متفقين لكن المشكلة فيه ان اللعبة الموجودة دلوقتي ما بتاخدش مستحقتها وبالتحديد على صعيد الاجانب ويمكن البعض هاجبنا في حتة الخبر اللي قولناه اول امبارح بخصوص انه متيابة اللي جاب جون رائع امبارح جون حلو ايه في مطش الجزائر والولد ده واضح انه ممكن يكون مكسب لنادي الزمالك بس قولنا ان اللعب ده مهدد بالطرد من ما اسكنه هنا في القاهرة او في مصر يعني لان الفلوس ما بتدفعش واللعب ليه مستحقات والناس في نادي الزمالك عارفة كده ومعزورين معزورين هم مش عارفين يعملوا ايه هم بيحاولوا يحلوا وحيحلوا انا واصق انا واصق جدا في اقدارة نادي الزمالك جدا ناس محترمة ناس بتشتغل فعلا بس هم معزورين في المرحلة الحالية مش عارفين يوفروا الدولار لان اصلا ما فيش فلوس لنادي الزمالك موجودة اللي عارفوا لنادي الزمالك خاد حوالي ربعمائة الف دولار فقط كجزء من المكافأة بتاعته بتاعت الفوز بالكونفيدرالية بس هتسبب بيهم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه الاولوية عند النادي الزمالك ومسؤول ينزل زمالك هو حل ازمة القيط خلاص فدي مشكلة الزمالك تكلم انا بقولك معلومات الزمالك تكلم او الناس ينزل زمالك تكلمه مع اللعيب الاجاني الراجل سامسون اكنولي تقريبا كان بياخدهم 8600 الف دولار نزلول 350 الف دولار والولد موافق الراجل ابراهيم انضاي بياخد تقريبا ما يقرب من مليون دولار تقريبا حوالين مليون دولار النادي الزمالك بتكلم معاه في انه ينزل كل المبلغ ده لمتينه 50 الف دولار انا بقولك ده تطفيش لان كده اصلا الراجل جمز مش عاجبه الاجانب غير حمزة المسلوسي والجزيري بس وعنده حق بس هو برضه عايز يطلع بالك وهو ما فيش مدرب مش عايز ينجح فيقعد يدور على افضل اللعيب دي الامانة الشديدة الاجانب في النادي الزمالك ايضا مش افضل حاجة مش ايضا لان في الاهلي الاجانب كويسين مع عادة مودست تمام والدرجات متفاوتة لكن في الزمالك مفيش غير الجزيري ومسلوسي ومسلوسي رقم واحد الراجل متيبة تحت السن ابرايمانضاي وسامسون كل سنة وانت طيب مفيش اي راجة منهم فبالتالي انت بتحاول تتفاوت معهم انهم من ينزلوا مستحقاتهم او ننزلوا عقودهم لو حيستمروا بس حتى في المدد المتبقية من العقوده ده حيكون صعب شوي فمفيش فلوس في نادي الزمالك دي مشكلة جيش له تبقى المعلومة اللي عندنا له الاحقية في بيع اللاعب بعد دورة الالعاب الاولمبية لو اللاعب تقلق وجاله عرض من بره فيقدر طلاق على الجيش يبيع اللاعب مباشرة دون الرجوع لنادي الزمالك تبقى لعقد الاعار تبقى لعقد الاعار طب هل نادي الزمالك فيه باند في العقد السلاسي ده ما بين الطلاق على اللاعب ونادي الزمالك انه يفعل باند الشراء من دلوقتي اه فيه يعني دلوقتي لو عايز يدفع نادي الزمالك 15 مليون اللي هم باقية المبلغ كله اللي هو كان عايشين في مليون جنيه خمسة الدفعوا في العارة وخمستاشر يدفعوا في حالة نية نادي الزمالك فيه تفعيل باند الشراء فيقدر دلوقتي نادي الزمالك يدفع 15 مليون جنيه ويحافز على اللاعب عين كان بقى يتقلق ان شاء الله بإذن لوحد يتقلق فيه في دورة العمل المنوبية او لم يتقلق فانا كده كده اللاعب ده بتاعي بس هبعد عن حتة المجاسفة لليه علاقة بان الولد لو تقلق جاله عرضه من بره ففيه بند في العقد يسمح لطلق الجيش ان هو يبيع اللاعب مباشرة طب فيه مشكلة في 15 مليون جنيه واضح ان فيه مشكلة في 15 مليون جنيه حتى برضو بسبب الازمات اللي مجبر عليها المسؤولين في نادي الزمالك مجبر عليها مجبر على حلها سنت كلما تسد حتة تلاقي حتة تانية تفتح حت فالموضوع صعب بس اتمنى ان نادي الزمالك يلحق بسرعة خلال الايام الحالية او خلال الشهر الحالي قبل مشاركة اللاعب في دورة العمل المنوبية ان هو يفعل بند الشراء يدفع 15 مليون جنيه لطلق الجيش ويرايح دمانكم الكصة دي تضمن لعيب تضمن لعيب معاك وده مواعد جدا تمام بس فده بخصوص موضوع محمد شحاته من المناسبة ياسر حمد ياسر حمد من ضمن الاسباق اللي حيتم الاستغناء عنها الراجل اللاعب النهاردة باين نطش قدام استراليا مع منتخب فلسطين المنتخب فلسطيني الشاقيق للأسف خسر 5-0 5-0 منهم اتنين ضربات جزاء ضربتين جزاء اللي تسبب في ضربتين الجزاء ياسر حمد للأمانة الشديدة وسألت عدد كبير من المدربين او سألت احدى المدربين اللي كانوا بيمرانوا واحد من مدربين كانوا بيمرانوا ياسر حمد في المصري قال لي كامل احترامي للولد يعني لعيب ربنا يا رب يكلمه بس ابتكلم في اللي تقال لي يعني قال لي ما ينفعش يلعب في نادي زمالك قالك احنا عندنا في النادي المصري ماكملش الست شهور ومشي ناية لان المستوى بعيدة قال لي هو لعب ملتزم جدا بدنية ملتزم جدا في التدريبات مش عارفه لك الفنيات بعيدة قوي فلما مش عارف برضو فكرة تعاكم معاسر حمد بالمناسبة اتعرض عن نادي الاهلي الاهلي رفض قبل ما يروح نادي زمالك كمام لان كولر كان ساعي تقال لك لا مش عايز انا عايز كوالتي اعلى من كده بس اللاعب واضح ان هو مش بتاع نازل اكبر دليل على كده حضراتكم ان الرجل جمز مدير فنية زمالك ما اشركوش في اي مباراة فبقولك الرجل ناردت سلا في ضربتين جزاء لصالح استراليا فانا بقولك من دبن الاسماء الراحلة عن نادي الزمالك نادي السينادي الزمالك عايزين يمشوا ياسر حمد طبقا لرؤية جمز سامسون اكنولا وابراهيمان ضاي الموضوع محسوم بالنسبة لهم ناصر مانسي لو في عرض كويس نادي الزمالك حيوافق الاحتفاظ بسيفة الدين الجزيري على اقل تقدير في المرحلة الحالية فدي كلها ابرز ملامح الاستغناءات في نادي الزمالك والراحلين تحديدا في بعض الاسماء الاخرى لسه مواقف ما تحددش في محمود علاء المواقف بالنسبة له برضو محسوم الراجل مش مقتنع انه يكمل في محمد أشرف رؤى كذلك ترجمة نانسي قنقر